صراحة أتمنى أن الشيخ علي واصل في الكلمات من دور ما حقي وحقه إذا كما قال بالله ربك هذا سال من عسل أنك صببت على أفواهنا العسل من معاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر وليل كنت متصلة لعند كلامه في هذا الاخترار الكلمة الطيبة كيف دائم لنتقي أطائر الكلام الله سبحانه وتعالى في سورة من السور في سورة الحجرات يتكلم في سورة أدب كيف نتأدب أولا مع الله سبحانه وتعالى ثم نتأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم نتأدب مع بعضنا البعض في هذا الزمن زمن جفاف المشاعر والأحاسيش والمشاعر في زمن الله نحن بأمس الحاجة للكلمة الطيبة لأن الكلمة الطيبة هي الفرسم الشافي والدواء الناجئ بكثير مهمة إذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويأدبنا كلمة تأدى مع بعضنا البعض كيف الله سبحانه وتعالى يخاطب النبيين الكريمين موسى وهارون كيف يتكلمون مع أكبر طار يدب على هذه القصيدة إذا هبى إلى فرعون إنه قدر فكولا له قولا ليهلا قولا ليهلا فكلمة طيبة أخوان فلس مشافي دواء الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما يعني كنا ناكد وفي جبر الخواط وكشفت كشفت الليه عن سافي عبد الله بن مسعود أمو الحبيب صلى الله عليه وسلم ذهب الصحابة إلى الجسد الحبيب صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الوقت يا خادم الجسم كنتشقى لخدمته فتتعب المرسلين فيه إسلام أقبل على الروح فاستكبل فضائلها فأنثب الروح على الجسم الإسلام أمو الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف انتقذ من الجسد إلى الروح ماذا قال؟ لهي في الميزان أبقى من جبر بسم الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف جبر الخواطر؟ جبر الخواطر؟ جبر الخواطر لا كذب ألنها وترى وترى بعض الناس يسأل الله السلام على طول يكسر الخواطر فهو كسرت الخواطر أي وأخوة يعني موجع مؤلمة أي يوجع فلذلك يعني حتى شبهت أن السنان يمكن علاجها لكن ما يقترب واللسان لم يكن اللسان تبقى سنين تبقى الوجع هذا والألم والسفة والشتم وهو سنين لذلك سفر الله سبحانه وتعالى بدأ يقول في سورة الحزرات يا أيها الذين آمنوا تخاطبوا العشر من عشر مؤمنين بأجمل وأرقى أسبوع يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله حيث أدم الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا خمسة نداءات أيها الأخوة بأحسن عبارة وأجمل وأرقى أسلوب يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتك فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم من بعض أن تحبط أعمالكم ثم ينتقل بعدها إلى كيف نتأدى مع بعضنا البعض يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسقوا منك فتبينوا اللي يجيك نقال الحديث ونقال الكلام من شخص آخر هذه تهدم أسر تهدم بيوت تهدم الشمعات والله يقول ثم ينتقل إلى ما هو أعظم ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يسق الظن منه ثم يقول صلى الله عليه وسلم في آخر آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ثم ينتقل من نداء المؤمنين إلى نداء الناس يا أيها الناس إلا خرقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وطبا إلى متعارك إن أكرمكم عند الله بأفقاكم إن الله عليه وخمي شكرا تحذر رجال رباني كيف الله سبحانه وتعالى يربينا كيف يتأدم مع الله أولا ثم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم مع بعضنا البعض تجد مجتمع لا فيه أفا ولا فيه إلا ما شاء الله أتبارك الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفقنا وإياكم من اقتداء واقتفاع أسر الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنها والله البنس الشافي والدواء الناجح لكل ما في قدوبنا من أوجاع وأمراض وبلاغ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يستخدمنا وإياكم بطاعته هذا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم